عداد الموت الذي لم يتوقف عن عد السوريين منذ ثمانية أعوام أحصل مرصد السوري لحقوق الإنسان عده لثلاثة عشر ضحية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضيات أضيف إليهم ضحيتان ارتقتا في بلدة كافرنبل التي تعرضت لقصف الروسي أسدي قصف خط سيناريو وداع لشيخ طاعن في الكبر كبر ولده عساه يكون عكازا لها في كبره فخطفه الأسد منها وهو ما زال ينفض عن لحية ابنها ما علق بها من ركام غارات الأسد والروس طالت كل من كفر سجنة وكفر حرمة وبابولين وموقا والعامرية ومعارزيتا وجرجناز ناهيك عن الدير الشرقي ومعارش المارين بريف إدلب وفيما خلف القصف ما يزيد عن ثلاثين جريح لم يكتفي الروس والأسد بضرب عصيهم على المدنيين بل أجهدوا أنفسهم بعدها أيضا فأحصت نقط المراقبة الروسية بضعا وثلاثين خرقا لهدنة الشمال هدنة سمع بها المدنيون ولم يرواها وبينما أطلق العسكريون عملية جديدة شرقية خاشخون وأوضحوا أنهم كسروا خطوط دفاع الأسد الأولى أحصى المرصد السوري أمس مقتل سبعين عنصر من كلا الطرفين سبعة وعشرون منهم للأسد فيما بيّنت بعض المصادر سقوط واحد وخمسين آخرين اليوم يتبع لميليشيا أسد منهم ثلاثة وعشرون وبينما تقدم الحر في عدة مواقع وبلدات هناك تمكنت الفصائل من صد محاولتي اقتحام جديدات وذلك على محور كبينة بريف اللذقية العملية العسكرية التي قام بها الثوار في هذا اليوم في ريف خانشيخون الشرقي في منطقة أبو عمر في تلك المنطقة هي عملية دفاعية بامتياز لأن قوات النظام كانت تجهز لعملية باتجاه التمانع فهذه العملية رسالة لقوات النظام للقوات الروسية وللميليشيات الإيرانية بأن قوات المعارضة السورية لا تزال على أهبط الاستعداد للرد عن هذه المنطقة وبأن الخسارة التي خسرتها في خانشيخون لا تعني انتهاء الثورة وبينما وصل الرئيس التركي إلى موسكو لبحث وضع الشمال السورية وطالب من هناك بحماية الجنود الأتراك بمورك أنشأت موسكو نقطة مراقبة جديدة بقرب النقطة التركية المحاصرة بحما وفيما دعت الأمم المتحدة لتهديئة التوتر في الشمال قصفت طائرات مجهولة مواقع إيرانية قرب حدود العراق ورفعت إسرائيل من حالة تأهبها جنوب البلاد أحداث متسارعة في سوريا وتطورات تجري شمال وشرق وجنوب البلاد وفيما يغني كل من الدول المتسارعة على ليلاها يدفع المدني السوري فاتورة ما يجري هناك لقناة الإخبارية علي تباب